بعد فرض الحكومة لحظر استيراد تفاح بكل أنواعه لمدة استمرت لأكثر من 9 أشهر ما زال المصدرون البولونيون يعلقون أمالا على وزارة التجارة لعادة النظر في قرار تعليق استيراد تفاح الذي تضرر منه قطاع الإنتاج وتصدير في بولونيا أكبر بلد المنتج ومصدر للتفاح في أوروبا بولونيا هي أكبر بلد منتج للتفاح والجزائر هي أكبر مستهلك له ونحن نعلم أن الجزائر فرضت حضر استيراد على التفاح بما فيها منتوج بلادنا الذي تضرر نوعا ما من هذا الإجراء لكن خبرتنا تقول إن هذا الحضر سيرفع يوما ما وينتهي جئنا إلى هذا الصالون لنعيد تقييم احتياجات السوق الجزائرية من هذه المادة حيث تنتج بولونيا تفاحا بضعف عدد سكان الجزائر الشركات البولونية المصدرة والمنتجة للتفاح تسعى لنقل خبرتها إلى الجزائر حيث تبحث مع شركاء جزائريين إقامة استثمارات مختلطة في مجال الإنتاج وتصدير السوق الجزائرية مهمة جدا بالنسبة لنا لقد صدرنا في وقت سابق كمية كبيرة من التفاح البولوني نحو الجزائر ونحن نبحث عن عقل شركات مع مؤسسات جزائرية للاستثمار معا لكن نريد أولا إعادة علاقاتنا التجارية مع شركائنا السابقين هنا بإمكاننا أن نساعد الشركات الجزائرية في إنتاج التفاح على إقامة شبكات توزيع واسعة هنا وحتى أثناء عمليات التصدير نظرا للخبرات التي نمتلكها في بولونيا وكانت الجزائر قد تعرضت لضغوط شديدة من طرف الاتحاد الأوروبي بعد فرض حظر لاستيراد بعض المنتجات الزراعية حظر تراه الجزائر أنه جاء لحماية المنتوج المحلية الذي يملك مواصفات الجودة العالمية حسب خبراء الزراعة اشتركوا في القناة